السلام عليكم البنات كيف انتم مع لبس عليكم بخير مزيانين امركم زيانة اتمنى يا ربي يلقاكم فيديو ديالي في احت الاحوال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم ابنات فيديو جديد ونهار جديد كيف ما كتشوفوا معي هاد الفيديو هادا بادي من الول ديالوبة الحبوب وعشنو ديك شي كنجبض من الخنش اياك مهم بالنسبة لبنات لقيتوني اليوم اكان يوم السبت وان شاء الله غادي نخرج خصني اش حلم حاجة باش نقديها ولكن في الاخر غايت بدل البلان مهم انتم ما غا تشوفوا في فيديو وقبل ما نخرج لبنات لقيتوني بغيت نعجن وقبل ما بغيت نعجن عندي هاد الحبوب هادو اللي كنت جبتهم من اسبانيا فاش كنت شيد الاسبانيا كنت جبت كمية كبيرة حيث هنا ما كنت عارفة فين كيت باعوا ولكن دبا لقيت كين ينزعم في اكسيون وهذا مهم كيف ما كتعرفوا هاد الحبوب الفوائد ديالهم لا تعد يعني كنعجن كنديرهم في الخبز هكذا كنديرهم بعض المرات في المخمار او لفشيار مهم في الحويجات كاملة اللي نقدرنا نديرهم فيهم يعني كنحاول نديرهم فيهم كيف ما كتشوفوا معايا هنا يا خديت زرعة ديال نور الشمس او عباد الشمس وخديت زرعة القرعة وهدي وزرعة الكتان مهم حبوب كتيرة مهم توم البنات اللي اللي عندكم ديروه يعني ما تستخسروش هاد الحبوب هادو هكذا في الخبزة واللي تقولوا ما غادش يجيون زيونين كيجيون فنين البنات يعني حتى الوليدات مادم ولادي يعجبوهم إلا غي يعجبوه الوليدات كاملين كيف ما كنعرفو احنا يعني القستو ديالهم كامل بحل بحل مهم البنات هنا يزد هدي حبوب الشية حتى هما الفوائد ديالهم كتيرة وهنا زد شنو سميتو هادا حب رشاد حب رشادة والبنات فوائد دياله كتيرة في المأكولات ديالنا المغربية وهذا قليل فين كان أكلوه أنا بعدها من اللي كنت نفيسة وقيل أكلتو شي مرة ولا جوج وهو الفوائد دياله عاديده البنات كيف ما كتعرفوه صافي وهنا غنزيد النافح بيت حلاوة مهم يعني الحبوب اللي عندكم البنات ديروهم صافي كيف ما شفتم عايا البنات تنظف تقع الحبوب اللي عندي هنا يا نافح تهوا حاولت انني شريته اصلا جبته معي من المغرب منقية ولكن قلت هكذا نعود له شوية لان بنولي فيه شي هكا شي عويدة تقولت نحيدهم صافي وحبت حلاوة تهية وصافي هاد شي اللي غندير انا من الحبوب يعني الخير والبارقة يعني الخبيزة كتاكلي خبيزة وفيها جميع الفيطامينات بالنسبة لهادو البنات هادو اللي جبت من ميركادونا هادو كيجيو خلطين يعني فيهم حتى هما فيهم زر عد القرعة ونور شمس وفيهم زنجلان فيهم الخشخاش يعني شي حبوب اخرين ما كينيش في العجين الداخل انتوما هنايا لا بغيتوا تزيدوا حتى زنجلان البنات مع هاد الحبوب اللي خلطاني ممكن لكم تزيدوا انا ما بغيتش نزيدوا لانا عندي ضيجة في هاد الخنيشات اللي قلت لكم شريتهم مخلطين هادوك الخنيشات البنات غادي نخليهم غير نقرس بهم الخبز هكدا اولا مهم الخبز ملي كنقرس وكنزينو بهم من الفوق اولا مخيمرات هكدا معمرين في الفران اولا مسيمنات هكدا معمرين في الفران مهم شي حاجة اللي هكدا ديقوريهم بهم وصافي اما اللي كندير في وسط الخبز البنات هو هاد الخليط هادا اللي درت معاكم سافي هكدا نزجتهم مزيان مع بعض الحبوب اللي خلطت كاملة وغادي ناخد شي قرعة الزاج هكدا باش انتم ما كتعرفوا الزاج كي حافظ على الحاجة سافي غادي نديرها فيهم هكدا من اللي غادي نبغين عجين البنات غا نسهل على راسي داغي غادي نجبد شوية من الحبوب وغادي ننصافي نعجن العجينة ديالي بلا ما نبقى حل هاد الخنيشة حل هادي انا نزجت كل شي مع بعض وتهنيت صافي البنات ومن بعد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم واحد الخبيزات اللي غادي نعجن اللي كيكونوا صحيين طبعا انتم ما غادي تشوفوهم معايا بالنسبة للعجينة البنات ديالي انا ما بقيش كنستعمل الخميرة العادية اللي كنستعملوه من زمان يا رحمن مهم هنا يا بعد خديت هاد القريعة صغيرة درت فيها هاد صاشيات اللي كي تبعوا كيف ما قلت لكم مخلطين كيف ما قلت لكم فيهم الخشخاش فيهم زنجلان فيهم حبة حلاوة لا مجي حبة حلاوة زريعة الكتان فيهم نور الشمس مهم شي حبوب ما كينينش في الخاليط اللي يدرز غادي نديرهم فاد القريعة باش نسهل عود على راسي من يبغي هكدا نقرس او لنبغي نزين بيهم شي حاجة غادي جوني سهلين صافي وغادي نحصاب بيهم على الجناب وكيف ما قلت لكم البنات اللي يوم غادي نشارك معاكم الخميزة ديالي ان شاء الله اللي كنعمل فيها الخميرة البلدية انتم ما كانت شوفوا رجعت البنات مدمينة عليها رجعت كننعجم بها كندير بها اي حاجة بغيت نديرها تقدروا تديروا بها ببيتزا تقدروا تديروا بها البويوس تقدروا تديروا بها اي حاجة بغيتوا البنات يعني كتعرفوا الفوائد ديالخميرة البلدية مهم وساهلة بالنسبة البنات اللي غيقولوا لي ما قد صدق لناش او لا كتجينا الحموضة بزاف الخوبز ما كان قدرواش علي ساهلة البنات ما فيها تشيي تمارة ان شاء الله نشارك معاكم الفيديو ديالي انا كيفاش كنحضر الخميرة البلدية الى بغيتوا طبعا وبالنسبة للحموضة البنات انتو ما كتتحكموا فيها ان شاء الله الى بغيتو كما قلت لكم شارك معاكم الفيديو اونا نقول لكم لان انا بيدي وليداتي ما كتعجبوا مش ديالخميرة البلدية يعني ما غيقدرواش ياكلوها انتو ما عارف الوليدات مهم انا كنديرها لهم ما كيحسوش بشي حموضة في الخبز يعني كياكلوا الخبز عادي يا البنات هنا كيفما شفتوا معايا البنات هنا درت تقيق القمح الكامل وزدت دقيق الابيض يعني الفورس بيو هاكدا باش يكون الخبز ديالنا اكتر فائدة صافي هناك ما شفتوا معايا نبسوه لجبت تسرير عاد ديالي وغادي نعجل الخبيزة قبل ما نخلطوا ما البنات كنت مكذبش عليكم معد با كان مبقى نجبت بالوحدة 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 ولكن كنت بغيا نخلطهم غير الوقت ما مساعدنيش كيفما كتعرفوا البنات انتو ما كتعرفوني ان مؤخرا عندي موهم المشاغل بزاف الخبار فراسكو موصافي بالنسبة هنا للخميرة البلدية البنات تقريبا انا عملت شي كيلو ديال التقيق مخلط وبالنسبة للخميرة البلدية تقريبا عملت هنا شي 400 جرام هكذا كتكون وهنا كيفما شفتوا معايا انا وريتكم بالملعقة انا خليت تقريبا شي ملعقة كبيرة من الخميرة البلدية فقط يعني ومسا بقي كله خويته في العجين باش يخمر لي هكذا داغي ويوجد لي داغي كيفما شفتوا معايا بالنسبة للملح انا ماكن كترشها لبنات كندير غي شوية لان الخبز ديالنا غادي ناكلوه مع الماكلة يكون فيها الملح يعني نتفادوا هكذا الملح باش يكون صحي اكتر وصافي مهمة البنات هنا كيفما شفتوا معايا خذيت الماء الدافئ غادي نبدا نعجان العجينة ديالي عادية ما غاديش نحاول ما غاديش نعمل العجينة ديش تكون قاسحة غا تكون شوية رطباء او مرخوفة هكذا كتسهل على الخبز انه يخمر بسرعة صافي هنا غا نبقى كنجمعوه لهذا الشكل مهم العجينة العادية كل واحد رعندو الطريقة دياله اللي كيعجن بيها صافي وكيفما كتشوفو كنحس به في يدي انه خامر لخبيزة لانه قدرت فيها الخميرة ديجا خامرة كنحس به خامر بالنسبة للقوام ديال العجين كيكون هكذا شوية هكذا كتشوفو معايا يعني رطب او خفيف شوية ونحاول ندلكو غي شوية هكذا بين يدي صافي وغادي نعملوه اختامر بالنسبة اللي بقيتوه يخمر بسرعة لبنات كيفما كندير عنايا كنشعل الفرن كنشعلو شي جوز دقايق هكذا وكنطفيه يعني ما يكونش سخون بزافي كون غي شوية دافي صافي وكنعمله في الفرن يعني ما كتتعداش واحد ساعة المغانا كتكون خمرات وحتبله فرن البنات الي كان عندكم الكوزينة هكذا شي شوية دافية ما محتاجينش تديروها في الفرن يعني تخلي وغي على برارة ضغية كتخمر انا ما كان بيتش العجينة الخميرة البلدية وما كان خليهاش البنات نهار كامل وياكتخمر عاد كان وجدة هنا البنات صافي من بعد ما معجنت وساليت ولبسنا وخرجنا كنا عوينا البنات غاديمشون ان شاء الله نفطروا على بره ونخرجون مع الوليدات انتو ما كتعرفوه السبت وهذا ونتخروا لانه كان نخطني نمشي للسوق الأسبوعي وكان نخطني نمشي نجي بشي حويش اخرين ولكن تفاجئنا البنات بانه كما كتشوفوا القينا رويضة الطنوبيل انتو ما كتشوفوا احنا في الول كي حسبنا غيبوا حدها هكدا تبيسات اولا من بعد اكتشفنا البنات بانه شي واحد هكدا بالموس هكدا قطع الروايد الحومة دينا كاملة دازع ليهم كاملين احنا معرفناش في الول بانه زعما هكدا معرفناش في الول بانه زعما شي واحد دازع ليهم هكدا كاملين ولا يحسب لنا غيحنا الرويدة دينا بعد عد اكتشفنا بانه نسخرين وكيف ما شفتوا البنات في الفيديو انه كنا نحاولوا نبدلوا الرويدة ونمشي ساعة مكتبش لانه ديك الرويدة اللي كانت عندي احتهية ما كانتش مزيانة كنت انا كنت استعملتها في اسبانيا شي استعملتها كنت خديتانة من اسبانيا وما عرفتش العبار نيشان يعني ما صدقاتش احتهية صافي ومكتبش ارجعنا في حلنا الدار دينا ارجعتها كده غنوجد الفطور ديالي ونفطره في الدار صافي ومكتبش في صراحة وقعتش حال من حاجة هاد النهار لي جاتني فشكل بقد كان قلغي باسمنا احمر راحم كماشو شو معي يا لبنات شاركت معاكم هاد البلاطول اللي خديت من اكسيون اللي كانت ثمن ديالي وشي ثلاثة دل أورو وخمسة وتسعين كان دون بديت كان وجود الفطور ديالي بتقلبات علي ديالي قهيوان انتم ما كدتشوفو صدقت عاود تغسلت كل شي ديالي البلاطول اللي وجت وعاود تمسحتو وعاد بديت عاود للفطور صافي بديت كان وجود الفطور ديالي صافي عادي يعني الخبز وزويته بلدية وزبيدة بلدية وزيتون حتى هو بلدي صافي ومهم اللي كتب الله صافي فطرنا مكتب شي هدل الخرجة وخلو اللي داتشو يتعصبو ولكن انا من اللي شافوني هدرت عادي ما شافونيش حتى انا يعني تعصبتو بغا نخرجو هده شافو على عينهم شنو وقاعوا وقتلهم يعني مل الخير مكتب شي وكان نيتل جو تخصر يعني كنا قلنا نخرجو فلاشية ساعة غا نخرجو غيفها كف فطرنسبور ما ما غاديش نديو الطنو بلي انا كيف ما قتلكم شنو وقاع وكانوا جو البوليسة البنات والجيرين كاملين خرجوه والقاوا دك للمشكيل في الحومة كاملة كاملين هكذا جو البوليس وشحال وحنا على بره عطلعنا هكذا قلت لكم البنات نوجد الفطور ديالي كانت زرب في الهاضرة مع الفيديو باش كل كل لقطة نقول لكم دك شي دياله هو هدك صافيك ما شفتو وجدنا فطرنا فطرنا كانت الخبيزة ديالي كانت خمر في الفران من بعد ما فطرنا البنات مشيت باش نقرر الخبز ديالي لأنه صافي خمر وجد ما عندي لاش نخليه إلا زي تخليته كتر غادي تولي فيه ديك الحوموضة اللي ما كنا نقبلوهاش عندما اللي بناتشوفوا كيفاش خامر يعني ما بقاش بزاف مدة طويلة ضغية خمر ما كين لي بات ليلة كاملة ولا نهار كامل ولا ضغي كي خمر صافي هنا خديت هده الصينية هدو اللي كندخل الفرن إذا انت ما كده بشوي تزيد السيتون صافي وغادي مبدأ ننقطع الخبز ديالي على القياس اللي بغيت ممكن لكم ديرو خبز ديالكم على القياس اللي كتبغي وانا كيعجبوني هكدا كنديرو خبيزات صغارين يعني كيعجبوني كيجوا من يدر ديالهم مزوين صافي يعني كل واحد كي يأكل قياس دياله صافي ما كيبقاش تسمى الخبز يعني مقطع ولا كتبقى الخبزة مبدية يعني صافي كل واحد كي كي يهز خبيزة دياله كي يأكلها قدر يزيد كي يزيد ما قدر شي صافي كيف ما شفتو خديت القريعة لبنات اللي عملت فيها الزرار اللي كي يسبعوا ديجا مقطعين مقطعين مخلطين ديال ميركادونا لبنات إسبانيا وهنا لبنات أنا قلت لكم بأن نارا موجودين في اكسيون هكاد زريرات هادو يعني البنات اللي كيبغيوا اللي يبغيوا بحلقة كيشري وهم ما عرفوا شي مناين مهمة موجودين في اكسيون كيف ما شفتو بدرت شوية في الطبيصل بحلقة ده وبقيت كي نقطع الخبز ديالي وكنا نحاول ندير على هاد الشكل باش كيلسق فيها من الفوق صافي وغن نكمل خبيزات ديالي كاملين غادي نغطيهم ما كياخدوش وقت طويل حتى هما باش يخمروا البنات لانا ضيجة في الأول درت فيهم الخميرة البلدية اللي كانت خامرة أصلا وعودت خمرتهم المرة الثانية يعني خمروا مزيان هاد المرة الثالثة يعني غي شوية وصافي يبانوا لنا شوية بدو كياختمروا وغادي ندخلوا مفراني طيبو هنا بقت واحدة شوية العجينة زدت فيها الزبيب البنات كيعجبني هاد الماداق الزبيب في الخبز اول مرة نديرو انا ماشي نقول لكم دائما كليتو في ايكيا وعجبني الماداق ديال هكا الخبز بزرير عاز هكدا والزبيب جا الماداق دياله غزل وبقى هاد شوية هادا وقلت اجي نجربوه نشوف كيفاش غاديجي لانك ما قد عرفوا حتى الزبيب تهوه فوائد دياله كتيرا كيف ما شفتوا البنات سالية خبيزة ديالي قرصتهم صافي هنا وغنخليهم على الجانب انهم كيف ما قلت لكم يخمروا شوية ما غادي شي تعطلوا كيف ما شفتوا معي البنات العجينة بحل العجينة العادية اللي كان اجنوب الخميرة العادية يعني كان فيقه الصباح قبل من الفطور كان اجنو كان مشيوه نفطره كان جيو عاود نقرصوها ودمن بعد كان نخلي وشوية خمار كان طيبوها كتوجد مع الغضاء يعني هاد شي اللي كان نتمنى نكون فتكو مع البنات وبالنسبة لهذا الطويجين اللي وجدت الغضاء ديالياليالبنات طويجين غير بالخضر على البنات ما فيه الحملة والو انا كنت فادى اللحم البنات على ما بقينا كنسمعو مهم ما كتبقيش قادرتك ليقع الحمو لا توصل الو مهم انا كنت فادى فاغلبية الاحيان كنحاول نكتر من الحوت في الاسبوع ومن هكا طويجنات بالخضراء وهذا يعني فيهم فائدة اكتر بزيد الزيتون وبهكا كيف مش بتمعي درت هنا يا درت القوق درت بطيوطة درت خيزو درت فليفلة مهم خضيرة اللي عندي درتها لان اصلا كنت عوالا مشي للسوق اللي كيكون هكدا في الاسبوع باش ننجيب خضيرة الاخرة ولكن ما كتب شي هنا البنات من بعد ما عملت طويجن ديالي طيب الخبيزة ديالي كانت خمرات انتم ما شوفو يعني خامرة صافي وبدت كنطيف الخبيزة ديالي هنا الخميرة ديالي اللي بقات لياديك اللي بقات اللي بقات لبنات زيت عليها قليل من الدقيق انتم ما كانت شوفو وغادي زيدي الضعف الحجم ديالو هاد دقيق صافي وغادي نخليها لجانب هكدا حتى الغداء ان شاء الله وغادي لقاها عود خمرات ونقدر الى ما كنت غادي نطيب الخبز نقدر ندير بها شي حاجة اخرى يعني مهم اي حاجة ستعملوها فيها رمكينش ديك الحموضة اللي قاسح البنات ولا ما غا تعجبكمش إلا تبعتوا الخطوات طبعا هنا البنات تشوفو الخبز ديالي كيفة الجمد الداخل خامر البنات ماشي مخمر شاي او لجمد قسم الداخل او لجمد شذوين هانتوما شوفو الخبزة ديالي كيفة جات يعني ورطبا يعني ماشي ما طلعش نقولو ما طلعش ولا هانتوما خمر مزيان كنشرح ونعاود باش مهم توصل الفكرة البنات تكونوا فهمتوني هانتوما انا افتحت لكم هادي باش تشوفو من الداخل كيفة كيجي الخبز ايه تجربوها البنات الخميرة البلدية ما تعقزوش عليها البنات اراه شي حاجة صحية مهمة البنات لا سمعتوش حاجة اولادي حدايا قم عارفي الوليدات انا في الدار ما يمكنش ما غادي ندير المونتاج وما تسمعوش الصوت للشي واحد في الوليدات انش ما كتعرفو الوليدات صغارة ضروري من شوية الداجيج طاب في البنات كانت هدي هي الخبزة ديالي طابت مع الغداء نيشان يعني ما خدتش وقت طويل صافي مهمة في المرة التانية فاش بغيت نخمرها درسها في الفران اللي كان دافي غي شوي غي دافي وصافي غطيتها ما تعدتش وقت كتير وخمرات غير حيت احنا عندنا كيل برد بزاف وصافي اما ملي كل جو مزيان ما محتاجينش تديروا لي هاد القضية ديال تديروها في الفرانة مهم هكا والتسريع اصلا الخميرة باش تخمر دغية طاب في البنات مهمة انها هادو كانش خبيزات اللي حمرتهم حيت كيعجبنان يجي شوية هكا قرمش وخبيزات اللي خليتهم شوية هكا ما حاولش نحمرهم بزاف باش ما يجيش منكرمل بزاف انا زوج ديالي ما كيعجبوش يكون الخبز يعني منقرمش بزاف صافي انتمنى البنات نكون فتكن بالنسبة الخميرة للبلدية لان بزاف ديالبنات كيبغوا يديروها كيقول لك اللا وما كيزدقش الخبز ديالا وكيجي حامض وما كيعجبناش وما كييقلو حد في الدار وهذا انا البنات نفس الشيء كان عندي لانني جربتش حل من طريقة والحمد لله هذه هي الطريقة ديالي المعتمدة ما فيش هديك الحموضة البنات اللي صعيبة يعني اللي ما يقدرش هيكل احتشي واحد ما كتحسوش بها اصلا في الخبز كيكون عادي جدا وهنا البنات بدمع طب طويجن ديالي اللي خليتو كيطيب فوق البوطة طبعا بغيت نشارك معاكم البنات شي بيجامات اللي خديت من بري مارك اللي جابوهم هكذا جداد عجبوني الوينات زبونين ديال هات الفصل الرابع خديت هادي انا خديت غي هادي ديال ديزني اللي كان 8 ديالها 14 اورو ما فيهاش تخفيض يعني 8 ديالها الاصلي و جابوا منهم يعني شكيلات اخرين انا خديت غي هادي ديزني وصافي كينين شكيلات اخرين وما كيجيو شغلات يعني كيجيو شوية مو يمدفيين شوية وصافي لحسب فصل الرابع وصافي وخديت حاجة اخرى البنات خديت هاد المونوية هادو البناتي خديت جوج من هاد الشكل هادا كما شفتو كانوا 14 اورو ورجعهم 7 اورو زوي ونين يا البنات صخيخنين وفيهم هادا هادا ديكورات هادو تلوليدات اللي كيعجبوهم وخدب هادا شكل هادو كل شي كي لبسهم صغير وكبير يعني ولو يعني كل شي كي يعجبوه كيف ما كتشوفوا معاي كيجيو طوالين حتى التحت وكيجيو دافيين صخيخنين للفصل الشيتاء خديت من هاد الموضيل هادا جوج وخديت موضيل اخر انا غنوريه لكم كيف ما كتشوفو جينيوحات هاتهوما يمكن اللي يكون تزولوهم اللي تبغيو تصبنو هكذا ملي تبغيو تصبنو هم بش ما يخسروش فيهم هاد الشعر هادا بش ما يخسرش وخديت هاد الشكل هادا اللي كيجي دي الونيقورنيو انتم ما كتشوفو حتى هو بسبعات الأورو حتى هو كان بـ 14 اورو ورجعوا بسبعات الأورو خديت من هاد الشكل حتى هو جوج انتم ما كتعرفو الوليدات كيت عندو كيبغيو علاش انا هاد الشكل علاش هادا اي وقلنا ناخدو لهم جوج بحل بحل انت انو لانا اصلا تمن ديالهم جاني مناسب أهو والدي بالنسبة لالولدي خديتلو هادا استار وور كيعجبو هادا هادا الرسوم وهادشي ديال مهم انتم عارفين الولاد كيعجبو هادشي ديال سبايدرمان و هادشي ديال مهم خديتلو هادا وديجا كنت خديتلو نيتا مند بري مارك سبايدرمان كيعجبوني سخانين هدو في الليل هكذا ميك يبغي ناس كيلبسون بانتو ما كتعرفوه في الليل كيحيدو عليهم لغطا ما كيبقوش مغطين مهم بعدك كيلبسوشي حاجة سخيخنا هكذا كتكونو مأمنين عليهم انهم لابسين مزيان وخي يتعروا هكذا ماشي مشكل مهم هما لابسين سافي البنات يعني بريمارك ديريش حال التخفيضات كتعرفو بريمارك يعني كل مرة يمشي الواحد يقدر يلقى هكا هميزاته صافي وهنا البنات كنا غدين تغدى وصافي بالنسبة للطويجن ديالي ها هو وجد بالخضيرة يعني في الفوائد كتير بلما نعود لكم وبالنسبة الخبيزة ديالي ها هي وجدات تغدينها ولله الحمد صافي البنات وهنا من بعد الغداء وهذا مشي تضربتها بحد تدويشها وزولت سبيغها قد فرين من طفائرات أنا وريد لكم مهم درنا شوية بالحالة نط هنا غدين دير واحد البراوني البنات وهنا كتشوفوا كل شي غدين داخل معي في كوزينة خصو يصوب معي براوني مهم هنا بالنسبة للبراوني البنات خديت هنا يا الشوكولات بالنسبة للشوكولاتة البنات درت تقريبا شي 120 جرام ديال الشوكولات اللي دوبتو مع 70 جرام ديال الزبدة كيف ما كتشوفو صافي هنا درتو في واحد اللو بول اللي غدين خلط في المكونات الاخرين كاملين صافي هنا خديت نصف كأس كيف ما شفتو معايا ديال السكر نهدرت هنا السكر الأصمر ويمكنوا ما كتشوفوا السكر الأبيض يلا بغيتو وهنا خديت تقريبا شي شعن قوليكم تقريبا شي 100 جرام ديال اللوز قطعتو يلي عندكم قرقا على البنات تحت هو كي يجي غزال في البراوني صافي وبالنسبة للبيض هنا كيف ما غدين شوفوا معايا غندير جوج البيضات يعني ما غديش ندير مقادير كتار يمكن لكم طوب للمقادير البنات إلا بغيتو يجيكم براوني شكل دياله كبير بالنسبة لهاد البراوني البنات كي يجي تقريبا في شكل ديال الكيك يعني كي يجي طالع مشي براوني اللي كي يجي هكا ما كيطلع شاي بزاف ويمهذا كي يجي شوية طالع كي يجي زوية صافي هنا زد زنا البيض أنتم ما كتشوفو وغنزيد هنا تقريبا شي خمسة جرام ديال الخميرة الكيموية مشي بزاف وبالنسبة لطقيق مهم على حسب الخاليط أنا هنا هزلي تقريبا شي نصف كأس ديال العنبا كي ما شفتوا معايا تقريبا نصف كأس وكي يجي هده هو القوام دياله كي يجي تقيل على هد شكل هذا البناس يمكن لكم البنات تعملو هاد البراوني على الشكل فردي هكا ويمكن لكم تديروه في مول بحال هكذا على الشكل جماعي صافي ودرت الورق الفرن في المول ودخلتو هكذا للفرن اللي شعلته على 180 درجة صافي وطاب هنا من بعد ما طاب البراوني يعني ما خدش وقت طويل هكذا صافي هنا زي انتو بقليل من سكر غلاس انتو ما كتعرفو البراوني كيفاش كيكون جالبنات غزال فيه واحد المادق غزال كيحمق مع اللوز والشكلات وهذا مهم مادق ديال وزويون وكيجي ساهل هاد القوتي لكن هكذا خفيف القوتي صافي يعني كيجي ساهل وده غي كيوجد وصافي مهم البنات كيما شفتوا معايا الفيديو ديال اليوم كان على هاد الشكل حاولت نشارك استفتوا ولو غير حاجة قليلة من هاد الفيديو دياليوم مهم البنات غنضرب لكم موعد قريب ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نقول لكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكاتكم وما تنساوش تبرتاجي الفيديو ديالي مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم باش هكذا تعم فائدة وتزيد تكبر القناة ديالنا غادي نضرب لكم البنات موعد قريب ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نقول لكم السلام عليكم وكيف ما العادة البنات تهلا ولي أفراسكم